اشتركوا في القناة شدة طيار الكهربي كمية الكهربية Q مقدرة بالكولوم التي تمر خلال مقطع معين من الدائرة الكهربية في زمن قدره واحد ثانية الأمبير هو شدة الطيار الكهربي المار في دائرة كهربية عندما يكون معدل سريان الكمية الكهربية عبر مقطعه يساوي واحد كولوم في الثانية الوحدة فرق الجهد الكهربي بين نقطتين V هو الشغل المبزول مقدرا بالجول لنخل كمية كهربية مقدرها واحد كولوم من إحدى النقطتين إلى النقطة الأخرى الفولت هو فرق الجهد بين نقطتين إذا انتقلت كمية كهربية مقدرها واحد كولوم بين النقطتين فإن الشغل المبزول يكون واحد جول القوة الدفعة الكهربية لمصدر هي الشغل الكل المبزول لنقل كمية كهربية مقدرها واحد كولم في الدائرة كلها أي داخل وخارج المصدر قانون قوم شدة طيار الكهربي المعرفي موصل تتناسب تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة مقاومة مادة هي معوقتها لمرور التيار الكهربي بها ووحدتها بتساوي الأوم مقاومة موصل هي النسبة بين فرق الجهد بين طرفيه إلى شدة التيار المار به المقاومة النوعية لمادة موصل هي مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع في درجة صفر سليزيوس التوصلية الكهربية لموصل هي مقلوب المقاومة النوعية له ملحوظة حاصل ضرب المقاومة النوعية في التوصلية الكهربية يساوي 1 القوى الدفع الكهربية لعمود الفي بي هي فرق الجهد بين قطبي العمود في حالة عدم مرور الطيار الكهربي في دائرته كسافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تقاس بعدد خطوط الفيض المغناطيسي المرة عموديا خلال وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة ودي تعتمد على شكل موصل الفيض المغناطيسي فاي يقدر بالعدد الكل لخطوط المجال المغناطيسي التي تمر عموديا على مساحة ما قاعدة إبهام اليد اليمنى لأمبير عندما نقبض اليد اليمنى على السلك بحيث يشير إبهام اليد اليمنى إلى اتجاه الطيار في هذا السلك فإن اتجاه أصابع الملتفة حول السلك تحدد اتجاه المجال المغناطيسي قاعدة البريمة اليمنى في ملف دائري أو لولبي عند دوران بريمة يمنى عند مركز أو محور ملف فإن بحيث يشير اتجاه دورانها إلى اتجاه الطيار فإن اتجاه اندفاعها يشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز أو محور هذا الملف قاعدة اليد اليسرى لفليمينج لتعيين اتجاه القوة المحركة نجعل أصابع اليد اليسرى السبابة والوسطى والإبهام متعامدة على بعضها بحيث الوسطى تشير لاتجاه الطيار والسبابة تشير إلى اتجاه الفيض فعندئذ يشير الإبهام إلى اتجاه القوة المغناطيسية أو الحركة وحدة كسافة الفيض المغناطيسي التسلا هي كسافة الفيض المغناطيسي التي تولد قوة مقدارها 1 نيوتن على سلك طوله 1 متر يمر به طيار كهرابي شدته 1 أمبير عندما يكون السلك عموديا على خطوط الفيض المغناطيسي حساسية الجالفانومتر تقاس بمقدار زاوية انحراف المؤشر عند مرور طيار شدته الوحدة في ملفه أو زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر عند مرور طيار شدته الوحدة في ملف الجالفانومتر الحس الكهرومغناطيسي ظاهر التوليد قوة دفعة كهربية مستحسة وكذلك طيار كهرابي مستحس في موصل نتيجة قطعه لخطوط فيض مغناطيسي الطيار الكهرابي المستحس هو الطيار الكهرابي الذي يتولد في موصل عند قطعه لخطوط مجال مغناطيسي بشرط ان يكون الموصل في دائرة مغلقة قانون فردي في الحس الكهرومغناطيسي القوة الدافعة الكهربية المستحسة المتولدة في موصل بالحس الكهرومغناطيسي تتناسب مقدارها تناسبا طرديا مع المعدل الزمني الذي يقطع به الموصل خطوط الفيض المغناطيسي قاعدة لينز يكون اتجاه الطيار المستحس بحيث يعاكس التغير المسبب له قاعدة اليد اليمنى لفليمينج لتعيين اتجاه الطيار المستحس في سلك مستقيم نجعل أصابع اليد اليمنى الإبهام والسبابة والوسطى في وضع متعامد بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه الحركة والسبابة إلى اتجاه المجال فإن الوسطى يشير إلى اتجاه الطيار الكهربي المستحس الحس المتبادل بين ملفين هو التأثير الكهرومغناطيسي الحادث بين ملفين متجاورين يمر بأحدهما طيار كهربي متغير الشدة فيتأثر الملف الآخر ويقاوم التغير الحادث في الملف الأول معامل الحس المتبادل بين ملفين هو القوة الدفع المستحس المتولدة في أحد الملفين عندما تتغير شدة الطيار في الملف الآخر بمعدل 1 أمبير كل سنة وحدة قياس معامل الحس المتبادل أو معامل الحس الذاتي الهينري هي مقدار الحس المتبادل بين ملفين يتولى في أحدهما قوة دفع كهربية مستحسة مقدارها 1 فولت عندما تتغير شدة الطيار في الملف الآخر بمعدل 1 أمبير في السنة الوحدة أو هو الحس الذاتي لملف والذي يولد قوة دفع كهربية مستحسة في الملف مقدارها 1 فولت عندما تتغير شدة الطيار المر به بمعدل 1 أمبير في السنة الوحدة الحس الذاتي لملف هو التأثير الكهرومغناطيسي الحادث في نفس الملف عندما تتغير شدة الطيار المر به بحيث يعمل على مقاومة هذا التغير معامل الحس الذاتي لملف يقاس بمقدار القوة الدفع الكهربية المستحسة المتولدة في نفس الملف عندما تتغير شدة الطيار المر به بمعدل 1 أمبير كل سنة التيارات الدوامية هي تيارات كهربية مستحسة تتولت في قطعة معذنية نتيجة وضعها في مجال مغناطيسي متغير ويكون هذا الطيار عموديا على اتجاه المجال وتسير في مسارات دائرية كالدوام التيار المتردد هو طيار تتغير شدةه من صفر إلى نهاية عظمة ثم إلى صفر ويعكس اتجاهه كل نصف دورة أو هو الطيار الكهرابي الذي تتغير شدته واتجاهه بصفة دورية مع الزمن القيمة الفعالة للطيار المتردد قيمة الطيار الموحد للتجاه الذي يولد نفس كمية الحرارة التي يولدها الطيار المتردد في نفس الزمن الطيار المستمر هو الطيار الثابت الشدة ويمر في اتجاه واحد كفاءة المحول النسبة بين القدرة الكهربية في الملف الثانوي إلى القدرة الكهربية في الملف الابتدائي أو هي النسبة بين الطاقة الكهربية التي نحصل عليها من الملف الثانوي إلى الطاقة الكهربية التي نستهلكها في الملف الإبتداء القوة الدفعة العكسية هي القوة الدفعة المتولدة بالحس في ملف الموتور أثناء دورانه بسبب قطع ملفه لخطوط مجال مغناطيسي بمعدل متغير ينشع عنه طيار عكسي يعمل على انتظام معدل دوران الموتور نيجي الأسئلة تعلل يكون القطبان المغناطيسيين دائما مقعران في الجلفانويتر ذو الملف المتحرك كما يلف الملف حول استوانة من الحديد المطاوع ليه؟ حتى تكون خطوط الفيض المغناطيسي بين القطبين على هيئة أنصاف أقطار للإستوانة الحديدية وبذلك يصبح مستوى الملف دائما في أي وضع موازل للمجال المغناطيسي وتكون كثافة الفيض المغناطيسي ثابتة داخل أي الحيز الذي يتحرك فيه الملف فينحرف المؤشر بانتظام انحرافا ترضيا مع شدة الطيار يرتكز الملف على حوامل من العقيق في الجلفانو وذلك لمنع احتكاك فيعمل ذلك على سهولة دوران الملف لا يصلح الجلفانو ذو الملف المتحرك في قياس شدة الطيارات الكهربية الكبيرة لأنه إذا استخدم لذلك يحدث ما يلي يختل نظام التعليق نتيجة لانحراف الكبير للملف فتتلف الركائز التي يرتكز عليه وينصهر سلك الملف نتيجة الطاقة الحرارية المتولدة في الملف بسبب مرور طيار قوي تكون مقاومة الأميتر صغيرة جدا حتى لا تؤثر على شدة الطيار المار في الدائرة الكهربية يوصل الأميتر على التوالي في الدائرة الكهربية حتى يمر في الأميتر نفس الطيار المار في الدائرة وتكون شدة الطيار متساوية في جميع أجزاء الدائرة يوصل بالملف في الأميتر مقاومة صغيرة على التوازي اللي احنا بنسميها مجازئ الطيار أو RS وذلك لما يلي لجعل مقاومة الجهاز ككل صغيرة جدا ولجعل الجهاز يقيس مدى أكبر من الطيارات التي يتحملها ملف الجالفان وبينتر بمفرد كبر مقاومة الفولتميتر ليه؟ ذلك لما يلي حتى لا يمر في ملفه إلا جزء صغير جدا من الطيار الكهربي وبذلك تبقى شدة الطيار في الدائرة الكهربية ثابتة وحتى لا يتتغير المقاومة الكهربية في الدائرة تغيرا محسوسا ولذلك يظل لفرق الجهد المطلوب قياسه ثابت تقريبا يوصل الفولتميتر بين طرفي الموصل على التوازي لكي يكون فرق الجهد بين طرفي الجالفان الفولتميتر مساويا لفرق الجهد بين طرفي الموصل يوصل ملف الفولتميتر بمقاومة كبيرة على التوالي RM اللي بنسميها مضاعف الجهد كي تسداد المقاومة الكليا للجهاز مما يجعله يقيس فروق جهد أكبر تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر لأنه كلما زادت المقاومة المطلوب قياسها قلت شدة الطيار والعكس الصحيح ولأن المقاومة الكهربية تتناسب عكسيا مع شدة الطيار R تتناسب مع واحد على I يوصل الملف في الأوميتر بمقاومة عيرية وريوستات وعمود كهربي لجعل شدة الطيار المر في الجهاز هي أقصى ما يتحمله الملف عند إذن تكون المقاومة المجهولة تسوي صفر وعند إذن ينحرف مؤشر التدريج إلى نهاية التدريج الآي بتساوي VB على R المكافأة للدائرة اللي هي RV زائد RC زائد RG زائد R الداخلية بالإضافة إلى R الخارجية تدريج الأوميتر غير منتظم أقسام تدريجه غير متساوية لأن الآي بتساوي VB على R المكافأة للدائرة زائد R الخارجية وبما أن VB متساوية وثابتة فإن شدة الطيار يتناسب مع المقاومة الكلية للدائرة وليس مع قيمة المقاومة المجهولة فقط لذلك أقسام التدريج غير متساوي قاف ده الكاف المستحسة بالحس الزائتي في الملف أكبر منها في سلك مستقيم لأنه أثناء تغير في شدة الطيار في اللفة الأولى في الملف فيتولد فيض مغناطيسي تقطع خطوط اللفة التالية وبالتالي تكون EMF مستحسة عكسية والملف متصل على لفاته متصل على التوالي وبالتالي تكون EMF هي المحصلة أو مجموع قاف ده الكاف في اللفات وتكون أكبر بكثير من السلك المستقيم يعني عدم الطيار في السلك المستقيم أسرع منه في الملف وفي الملف أسرع منه في الملف الملفوف حول قلب من الحديد لأنه عند لحظة انعدام الطيار تتولد قوة دفع مستحسة طردية تقاوم انهيار الطيار الأصلي بتكون صغيرة جدا في السلك المستقيم كبيرة في الملف وأكبر منها في الملف الملفوف حول قلب من الحديد المطاوع لأن القلب الحديد يعمل على تركيز خطوط الفيض المغناطيسي تلف المقاومة القياسية لفا مزدوجا حتى يكون اتجاه الطيار في أحد الملفين عكس اتجاه الطيار في الملف الآخر فيتساوى المجالان المغناطيسيين ويتضادان ويعادل كل منهم الآخر فينعدم الحس الذاتي لا يعمل المحول بالطيار المستمر لأن الطيار المستمر يولد مجالا مغناطيسيا ثابت الشدة والاتجاه أي أنه لا يحدث تغيير في الفيض المغناطيسي الذي يقطع الملف الثانوي فلا يتولد به قوة دفع مستحسة ترضية أو عكسية تصنع أسلاك الملفين الابتدائي والثانوي في المحول من النحاس لصغر المقاومة النوعية للنحاس وبالتالي تقل المقاومة فيقل مقدار الطاقة الكهربية المفقودة على شكل حرارة في المحول يكاد ينعدم مرور الطيار الأصلي في الملف الابتدائي رغم اتصاله بمصدر وذلك عند فتح دائرة الملف الثانوي لتولد قوة دفع كهربية مستحسة بالحس الذاتي في الملف الابتدائي تكون مساوية ومضادة للقوة الدفعة للمصدر فينعدم تقريبا الطيار في الملف الابتدائي ولا يحدث استهلاك يذكر في الطاقة في المحول يجعل الملف الابتدائي داخل الملف الثانوي لمنع تصرب بعض خطوط الفيض المغناطيسي خارج القلب الحديد فتقطع خطوط الفيض المغناطيسي جميعها الملف الثانوي يستخدم محول رافع لنقل الطاقة الكهربية من محطات الانتاج إلى أماكن الاستهلاك لأن المحول الرافع يرفع القوة الدفعة الكهربية المستحسة المتولدة بمقدار كبير جدا وبالتالي تقل شدة الطيار المار في الكابلات فتصبح صغيرة جدا وبالتالي يكون الطاقة المفقودة في الأسلاك صغيرة جدا لأن الطاقة المفقودة تحسب من العلاقة I تربيع في R في المحولات يصنع القلب من الحديد المطاوع لأن الجزيئات المغناطيسية في القلب الحديد سهلت الحركة وبذلك يحدث فقد صغير جدا للطاقة الكهربية وتتحول إلى طاقة ميكانيكية تستنفذ في تحريك جزيئات القلب الحديد لا يطمع نتصاق من الحديد المطاوع إذا لفها حوله سلك مزدوج لفا مزدوجا ليه؟ لأن اتجاه الطيار المستحسفي أو اتجاه الطيار المار في أحد الملفين يكون عكس اتجاه الطيار في الملف الآخر فيتساوي المجلان المغناطيسيان ويتضدان ويعادل كل منهما الآخر ويكون الفيض المغناطيسي الكل يساوي صفر فلا يكون له تأثير على ساق الحديد وبالتالي لا يتمغد يدور المطور دورانا منتظما وذلك لأنه عند زيادة سرعة المطور تزداد شدة الطيار العكسي فيتقل شدة الطيار المحرك لمطور وتقل سرعته عند سرعة معينة يثبت الفرق بين الطيارين طيار البطارية والطيار العكسي فتثبت سرعة دوران ملف المطور تعالوا ناخد بعض الوحدات وإثبتاتها أثبت أن فولت يساوي ويبر على الثانية تسلا تساوي أومف كولوم على المتر المربع ويبر بتساوي جول في ثانية على كولوم أو أومف كولوم نبدأ بالأولانية وهي فولت بتساوي ويبر على الثانية أنا عندي EMF بتساوي دلتا فاي على دلتا تي والدلتا فاي بتساوي البي في الاي إذن البي هتساوي EMF في دلتا تي على دلتا اي التسلا بتساوي فولت في ثانية على المتر المربع يبقى فولت في ثانية على المتر المربع التسلا بتساوي أوم في أمبير في ثانية على المتر المربع لكن الأمبير في ثانية بيساوي كولوم إذن التسلا بتساوي أوم كولوم على المتر المربع اليمف بتساوي بلف لكن اليمف أيضا تساوي W على Q بدلتا في على دلتا A إذن W على Q بتساوي بيل في إذن W على Q بتساوي delta phi LV على delta A يبقى وبر هتساوي جول في متر مربع في ثانية على كولوم في متر في متر يبقى الوبر بتساوي جول في ثانية على كولوم يبقى الوبر بتساوي فولت في ثانية في أمبير في قوم على الثانية لكن الجول على كولوم بتساوي فولت إذن الوبر فولت في ثانية في أمبير أو بتساوي أمبير في قوم في ثانية لكن الأمبير في الثانية بتساوي كولوم يبقى الويبر بتساوي أوم في كولوم أسئلة المقارنات تقارن بين كل من الطيار المستحس العكسي والطيار المستحس الطردي يتولد الطيار المستحس العكسي في أربع حالات عند تقريب أو إدخال الملف الابتدائي في الملف الثانوي لحظة قفل دائرة الملف الابتدائي لحظة زيادة شدة الطيار المار في الملف الابتدائي أما الطيار المستحس الطردي فتولد في الحالات العكسية عند إبعاد أو إخراج الملف الابتدائي من الملف السنوي لحظة فتح دائرة الملف الابتدائي عند إنقاذ شدة طيار المار فيه الملف الابتدائي قارن بين المولد الكهرابي والمحاول الكهرابي المولد الغرض منه تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية المحرك تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية المولد يتكون من ملف من سلك نحاسي معزول قابل للدوران بين قطبايا مغناطيس قوي على شكل حزاء الفرس ويخرج الطيار الكهربي من الفرشتين المحرك ملف من سلك نحاسي معزول قابل للدوران بين قطبايا مغناطيس قوي ويتتصل الفرشتين ببطارية أو بمصدر كهربي المولد الكهربي مصدر لتوليد الكهربية من الحركة التي تستخدم فيه الإضاءة والتسخين أما المحرك الكهربي فهو مصدر لتوليد الطاقة الحركية من الطاقة الكهربية والتي تستخدم في إدارة الألات في المصانع والقطارات وغيرها اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس عند غلق دائرة الأوميتر وصل مؤشره إلى نهاية التدريج حينئذ تكون المقاومة المقاسة كبيرة جدا صغيرة جدا من عدم طالما وصل المؤشر إلى نهاية التدريج تكون المقاومة الخارجية تساوي صفر منعد عند فتح دائرة الملف ابتدائي داخل ملف ثانوي عدد لفاته كبير جدا يتولد بين طرفي الملف EMF عكسية كبيرة ولا طردية كبيرة ولا عكسية صغيرة طبعا طردية كبيرة حاصل قسمة القوة الدفعة الكهربية المستحسة العظمى إلى القوة الدفعة الف عالة تساوي 707 من ألف قوة قافضة الكاف لا توجد إجابة صحيحة طبعا 707 من ألف لأن ال EMF افكتف بتساوي ال EMF ماكس في 707 من ألف النسبة بين فرق الجهد على ملف الجالفانو إلى فرق الجهد على مجزئ الطيار تكون تساوي الواحد لأن التوصيل على التوازي تتوقف نوع القوة بين سلكين يمر بهم الطيار الكهرابي على شدة الطيار ولا اتجاه السلكين ولا نوع الوسط الفاصل ولا جميع ما سبق طبعا نوع القوة تجازه بأوتنافر يعتمد على اتجاه الطيار في السلكين وحدة قياس النفاذية المغناطسية للوسط اللي هي الميو تيسلا وبر على أمبير في متر نيوتن على المتر طبعا وبر على أمبير في متر خمس مقاومات متساوية قيمة كل منها R متصلة على التوازي تكون المقاومة المكافأة لهم خمسة R ولا نص R ولا اتنين من عشر R طبعا اتنين من عشر R لأن المقاومة المكافأة في حالة التواصيل على التوازي والتساوي تساوي إحدى المقاومات على عدده عندما تكون المقاومة المجهولة المقاسة بواسطة أمي ترضيع في المقاومة الكلية لجهاز فإن مؤشر الجهاز ينحرف إلى نصف التدريج ولا تلت التدريج ولا ربع التدريج طبعا تلت التدريج الشدة المتوسطة للتير المتردد خلال دورة كاملة من دورات ملف الدينامو تساوي صفر حاصل ضرب المقاومة النوعية للمادة في التواصيل الكهربية تساوي واحد لأن كل منهما مقلوب الآخر الوحدة التي تكافئ الأمبير هي فولت في أوم أوم على فولت كولم على الثانية طبعا كولم على الثانية أشكركم وبالتوفيق إن شاء الله وتمنياتي لكم بالنجاح والتفوق بإذن الله اشتركوا في القناة